ندخل بقى على الدرس العملي والحقيقة إن إحنا الدرس العملي كلمنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت كانت قبل لا اللي قبل آه بتالي لا اللي فاتت كانت حلقة الحمص كلمنا عن الحمص وإنه إحنا قلنا إنه من الدروس العملية مش لازم تبقى كلها ليه علاقة بالأمراض أو ليه علاقة بالحاجات المعملة بيأدينا لا اللي ممكن تبقى حاجات ليه علاقة بالأكل والشرب خلاص وحطينا كده عنوان مبدئي بنا وبين بعض وسميناه أكلات مهمة منسية في اتجاه واحد. وبدأنا الحكاية بالحمص وجات لي أنا شخصيا ردود أفعال كتيرة جدا جدا على الكلام اللي تقال عن الحمص وأهميته القصوى. وندي مناسبة أنا أقول لحضراتكم ارجعوا لوسائل التواصل وتفرجوا على الفيديوهات تاني عشان تعرفوا قيمة الحاجات دي. وتبتدوا تطبقوها كمان على نفسكم وعلى أطفالكم وعلى أولادكم اللي بيروحوا المدرسة وهكذا. هنكمل النهاردة الموضوع ده وهنتكلم عن أكلة مهمة هي مش منسية الحقيقة بس هي أكلة مهمة جدا. والناس بتتعامل معها كده يعني اللي هو العدس البني. العدس البني ناس كتير قوي لما تجيب لهم سيرة العدس البني يقول لك أهل كشري. بس هو الحقيقة أن العدس البني ممكن يستخدم أو يبقى مادة غذائية في حاجات كتيرة جدا غير الكشري. طبعا الأسادزة بقى في برامج الطهي ممكن يشرحوا لنا بس مبدئيا كده. العدس ده ممكن يتسلق بزيت ولمون كده وممكن يتعامل ببصل وبقدونس برده كأكلة. ويتعامل بالطماطم وبيستخدم على فكرة بديل للرز. يعني فيه معطاعم برا مصر بيستخدمه فعلا بديل للرز. يعني حاجة كده أكنه رز يعني. وبيتحط في الصلاطات كمان. يعني ده دي حاجة برضه مهمة جدا. أنه في الصلاطات بيتحط العدس البني ده. العدس البني ده. أنا بقول لكم يعني أنه عشان اللي ما بيحبش كشري أو اللي مش عايز وزنه يزيد أو كده. ما تفوتش ميزة هذه المادة الغذائية. لأنها هتعرفوا دلوقتي المادة دي مفيدة إزاي الحقيقة. بس في البداية عايزين أعرف يعني حضراتكم في البداية أنه العدس بيحتوي على ألياف قابلة للذوبان في الماء. دي حاجة حلوة طبعا. دي بتدي ميزة مهمة جدا لحركة الأمعاء الطبيعية. وبتنشط البكتيريا النافعة الألياف القابلة للذوبان في الماء. بتنشط كمان البكتيريا النافعة اللي بتكون موجودة في الأمعاء. وبتخلي الجسم يستفيد من الماء اللي بنشربه. طيب. العدس بقى غير إن فيه ألياف. فيه إيه تاني؟ صبروا بقى كده واسمعوا يعني وتعجبوا. غير إن فيه أليافة هو. العدس بيخفض الكولوستيرول السيء. وبيرفع الكولوستيرول الجيد. مش دايما لما بنعمل كده وظائف اللي هو كولوستيرول ودون سلاسية. وتعالي يقولك ده فيه حاجات اللي هو الكولوستيرول الجيد وكولوستيرول السيء. العدس بيرفع الكويس وبيقلل الوحش. كمان العدس بيقلل امتصاص السكر في الأمعاء. بيقلل امتصاص السكر. عشان كده هو زي الحمص كده بيعتبر غذاء مثالي لمرضى السكر. طيب. كل 100 جرام من العدس البني كل 100 جرام من العدس البني بيقدموا للجسم 116 سعر حراري. فهو مصدر جيد جدا لسعرات الحرارية. كل 100 جرام. تعرفين 100 جرام ده حاجة يعني قليلة خالص. كل 100 جرام فيهم 9 جرام بروتين. وفيهم 20 جرام كربوهايدريت. و3 من 10 جرام دهون. يعني فوش دهون خالص تقريبا. طيب. نرجع تاني للفوائد العظيمة للعدس البني. وحضراتكم هتسمعوا حالا حالا. هي ليه فوائد عظيمة فعلا. كل 100 جرام عدس كل 100 جرام عدس ركزوا. تغطي 45% من احتياجنا اليومي من الفوليك أسد. يعني إيه؟ يعني العدس ده مهم جدا جدا للزوجة الحامل. وبيغطي كل 100 جرام كل 100 جرام عدس يغطي 36% من احتياجنا اليومي من الحديد. ياه. الحديد اللي في اللحمة اللي احنا يعني ما أطعين بعض على اللحمة والحاجات دي كلها 100 جرام عدس تغطي 36% من احتياجك اليومي للحديد. سواء كبار أو أطفال. يعني مهم جدا جدا للزوجة الحامل. والأطفال والكبار اللي عندهم نقص في الحديد. كل 100 جرام عدس يغطي 70% من الاحتياج اليومي للماغنيسيوم. والماغنيسيوم ده عنصر مهم جدا لكفاءة القلب وحرق الدهون والكربوهايدريت ونشاط المخ. كل 100 جرام عدس يغطي 28% من الاحتياج اليومي من الفوسفور. والفوسفور ده اللي بيحافظ على بنية العظام وضروري لإنتاج الطاقة في خلال جسم ده غير أهميته في الكفاءة الجنسية. وأخيرا خدوا بقى الأخيرة دي بقى كل 100 جرام عدس بيقدموا للجسم كل 100 جرام 127% من احتياجنا اليومي من فيتامين بيه 6. وفيتامين بيه 6 ده يعني غير أهميته للناقلات العصابية في المخ. واللي اتكلمنا عنها في حلقتين. يعني من حلقتين كده اتكلمنا فاكرين اللي قلنا الأغذية اللي بترفع الحالة النفسية وبتخلي الحالة النفسية كويس. فيتامين بيه 6 كمان بقى مهم جدا لتكوين خلاة دم الحمرة والأجسام المضادة للميكروبات واستخراج استخراج الطاقة من البروتين وطبعا طبعا عايز أقول لكم بس ان فيتامين بيه 6 ده فيه ناس دلوقتي ممكن تقول ايه ده 127% يعني ده زيادة بس بيه 6 ده بقى اللي حسن الحظ ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا انه من الفيتامينات التي تذوب في الماء يعني ايه تذوب في الماء يعني الزيادة بتخرج مع الاخراج اليومي في المثلا التبول او ما الى ذلك تمام احب بس احذر حضراتكم زي ما قلت كل الفوائد العظيمة دي للعطس احب احذر حضراتكم برضو اننا لازم نكله باعتدال يعني ما نكلوش بقى كتير قوي لان زيادته بتؤدي للانتفاخ وبتؤدي الامساك اخيرا عايز اقول لحضراتكم معلومة طريفة الحقيقة ان اكبر دولة في العالم حاليا بتنتج العطس البني هي كندا وده حاجة عكس من ناس كتير قوي ممكن تتوقع ترجمة نانسي قنقر